اشتركوا في القناة ومشاركت معالي الدكتور نايف بن فلاح مبارك الحجرف الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في بداية الاجتماع ألقى سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني كلمة ترحم فيها على أرواح ثلاثة من قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد رحمه الله وصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر صباح رحمه الله وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رحمه الله سائلا المولى عز وجل لهم الرحمة والمغفرة وحسن الثواب جراء ما قدموه من جهود مخلصة وأعمال جليلة لخير أوطانهم ولمسيرة مجلس التعاون وصالح الأمة العربية والإسلامية والبشرية جمعا وعرب سعادة وزير الخارجية عن بالغ الاعتزاز بتولي مملكة البحرين رئاسة الدورة الحادية والأربعين لمجلس التعاون بقيادة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه معربا عن تطلعه بأن تكون بعون الله وبدعم الدول الأعضاء ومؤذرتها دورة ناجحة ومثمرة تحقق الأهداف السامية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية كما نتطلع إلى القمة الخليجية التي سوف تستضيفها المملكة العربية السعودية برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وبحضور قادة دول المجلس حفظهم الله ورعاهم آملين أن تكون قمة موفقة ناجحة معربين عن الثقة التامة في القيادة السعودية الحكيمة وتوجهاتها الكريمة ودورها الرئيسي المهم في الحفاظ على تماسك مجلس التعاون ورأب الصدع الخليجي وبدء مرحلة جديدة لتعزيز الحوار الخليجي تحقيقا لأهدافنا في المستقبل في ظل ما يجمعنا من وشائج وروابط والتزامات يمليها علينا جميعا النظام الأساسي لمجلس التعاون والمواثيق والعهود والاتفاقات المبرمة بين دول المجلس حماية لمصالح دولنا وشعوبها واضعين نصب عيننا هدفنا السامي وهو المحافظة على أمننا واستقرارنا ومواصلة جهودنا في مكافحة الإرهاب وتمويله ومواجهة خطاب التحريض على الكراهية والعنف والوقوف في وجه التدخل في الشؤون الداخلية لدولنا ومحاربة كافة أشكال الدعم للكيانات الخارجة على القانون وأن نعزز تعاوننا المشترك تحقيقا لتطلعات شعوبنا مؤكدين على ضرورة إنهاء الصراعات والنزاعات الأقليمية بالطرق السلمية ووفقا للمماثيق الدولية ومبادع حسن الجوار والعمل على إحلال السلام والاستقرار والازدهار لصالح كافة دول وشعوب المنطقة إننا جميعا مطالبون بتوفير مقومات نجاح الجهود المباركة لعودة الأمور إلى طبيعتها التاريخية المعهودة بين دول مجلس التعاون عندما كانت الحدود البرية والبحرية مفتوحة ومصادر الرزق متاحة للجميع سيرا على نهج الأجداد والآباء مع مراعاة خصوصيات الدول وقوانينها المرعية واحترام سيادتها وطبيعة مجتمعاتها إنما مجلسكم الموقر في دورته التحذيرية جدوى الأعمال حافل بالعديد من الموضوعات المهمة لتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك ونتطلع إلى أصدار القرارات اللازمة بشأنها ورفق ما يلزم من توصيات إلى مقام المجلس الأعلى الموقر لاعتمارها سائلنا الله العلي القدير أن يكلل أعمال اجتماعنا بالتوفيق والنجاح وأن يسدد على طريق الخير مساعيكم الخير ويديم على دول المجلس نعمة الأمن والأمان والأزدهار بعدها ألقى الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية كلمة أعرب فيها عن أسمى آيات الإمتنان والاعتزاز لمقام أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس حفظهم الله ورعاهم للثقة الغالية التي أولوه إياها مستعينا بالله سبحانه وتعالى ومنطلقا من التوجهات السديدة والحكيمة لأصحاب الجلالة والسمو حفظهم الله ورعاهم في كل ما من شأنه العمل على تعزيز مسيرة التعاون المباركة من أجل تحقيق آمال وتطلعات مواطني دول المجلس مثمنا الدعم الكبير لأصحاب السمو والمعالي وزراء الخارجية للقيام بمهام وأعمال الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وقال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية إن مجلس التعاون اليوم وهو يخطو بثبات نحو العقد الخامس من عمره بفضل من الله ثم بحكمة أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس حفظهم الله ورعاهم لا يغدو أكثر عزما على تعزيز مسيرته والحفاظ على أمنه الجماعي واستمرار دوره كعامل استقرار وتوازن وصوت للحكمة يعمل لمواجهة التحديات وفي نفس الوقت ينظر بأمل ومسؤولية وتكاتف لبناء المستقبل وفقا للتوجيهات وحكمة أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس حفظهم الله ورعاهم وقد بحث أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء الخارجية الموضوعات المدرجة على جدول أعمالهم المرفوعة من اللجان الوزرية المختصة والأمانة العامة وما تم تنفيذه من قرارات مقام المجلس الأعلى والمجلس الوزري الموقر وما تم إنجازه في إطار تحقيق التكامل والتعاون في مسيرة العمل الخليجي المشترك كما أقر التوصيات المرفوعة إلى المجلس الأعلى للتوجيه بشأنها في القمة الحادية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون ترجمة نانسي قنقر